بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم مع درس جديد من أحكام التجويد وما زلنا في باب المدود ووصلنا إلى الحديث عن المد في الحروف المقطعة في أوائل الصور ورد في القرآن الكريم عدة صور تبدأ بحروف مقطعة جاءت هذه الحروف المقطعة في 29 صورة من القرآن الكريم عدد هذه الحروف 14 حرفا يعني نص مقدار الحروف الأبجدية الحروف عددها 28 الحروف المقطعة عددهم 14 وقبل أن نتعرف على مقادير المد في هذه الحروف المقطعة لنتعرف أولا كيف تقرأ الحرف يكون له صورة وشكل هذا هو شكله طيب ما اسم هذا الحرف؟ اسمه ميم إذن عندما أرى هذا الشكل في القرآن الكريم أو في الكتب أقول هذا حرف الميم ولكن هل عندما أقرأ كلمة من أقول ميم أم أقول ما إذن هذا الحرف لابد أن يكون له صوت هذا الصوت يعتمد على الحركة والتشكيل فإن كان مفتوح نقول ما وإن كان مكسور نقول مي وإن كان مضموم نقول مو وإن كان ساكن نقول إم أو أم إذن جميع هذه الحركات هي صوت الحرف إذن الحرف له شكل وله اسم وله صوت شكله يكون هو رسمه في القرآن الكريم أو في الكتب في اللغة العربية بصفة عامة وإسمه معروف ميم لام عين سين قوف كاف ألف أما صوت الحرف يعتمد على الحركة إن كان مفتوح ما إن كان مكسور مي إن كان مضموم مو إن كان ساكن إم أو أم أي أن كان الحرف السابق له في القرآن الكريم كله نحن نقرأ بأصوات الحروف إلا الحروف المقطعة تقرأ بأسمائها لا بأصواتها إذن عندما نرى حاميم عين سين قاف لا نقول حم عسقة ولكن نقرأ اسم الحرف حاميم عين سين قاف كذلك في أول مريم كافها يا عين صاد لا نقول كهيعص ولكن نقول كافها يا عين صاد فما هي الحروف المقطعة في كل القرآن الكريم وما أنواع المدود فيها هذه هي الحروف المقطعة التي أتت في أوائل بعض السور جمعت فيه عبارة عظيمة تتحدث عن القرآن الكريم وعن هذه الحروف المقطعة نص حكيم قطعا له سر فالعلم عند الله ما المراد منها فهي قطعا لها سر إذن هذه الحروف هي النون الصاد الحاء الكاف الياء الميم القاف الطاء العين الألف اللام الهاء السين الراء وقد جمعها الشيخ سليمان الجمزوري في تحفة الأطفال في بيت آخر وفي عبارة أخرى صله سحيرا من قطعك ومعناها ادعو لمن قطعك في صلاتك بالسحر وهذه أجمل صلة وكما نرى الحروف تم تلونها وهذا ليس من سبيل الزخرفة ولكن من سبيل التصنيف فكل لون شكل مجموعة من الحروف أتت بمقدار مد معين كما سنرى الآن أول هذه الحروف الألف يرسم هكذا في القرآن الكريم ولكنه يقرأ هكذا ألف نحن متفقون أن الحروف المقطعة في أوائل الصور تقرأ بأسمائها لا بأصواتها هذا الحرف اسمه ألف هل يوجد حرف مد في كلمة ألف؟ لا يوجد إذن نطق حرف ألف لا مد فيه إذن عندما نقرأ في أول البقرة ألف لا ميم نقول ألف ثم لام ميم المجموعة الثانية الحروف باللون الأزرق جمعت في عبارة حي طهرة وهذه الحروف تقرأ في القرآن الكريم على حرفين ثانيهما حرف مد هكذا حا يا طا ها را رغم أنها حروف مهموزة يعني تنتهي بهمزة في اللغة العربية يجوز أن أقول حا ويجوز أن أقول حاء وكذلك أقول يا أو أقول يا طا أو طا ها أو ها با أو باء تا أو تا يجوز ولكن في القرآن الكريم هذه الحروف الخمسة أتت على حرفين فقط لم تأتي مهموزة ولكن أتت بدون همزة مقدار المد فيها سيكون طبيعي حركتين ويسمى مد طبيعي إذن نقول حاميم لا نقول حاميم لو همزنا الحرف لأصبح مد لازم كذلك لا نقول ألف لام راء لا نقول هذا وإلا أصبحت راء مد لازم حرفي مخفف يمد ست حركات لم تأتي في القرآن الكريم هذه الحروف بهمز أتت بدون همز يعني تمد حركتين را طا ها تمام إذن عندما نقرأ في أول سورة طا ها نقول طا ها لا نقول طا ها ولا نقول طا ها كأنها مفتوحة فقط نراعي مقدار المد طا ها إذن هذه المجموعة الثانية من الحروف المقطعة جمعت في عبارة حي طهرة تمد بمقدار حركتين مد طبيعي القسم الثالث جمع في عبارة سنقص لكم وهذه الحروف السبعة كل واحد منها ينطق على ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد وثالثها حرف ساكن وهو سكون أصلي يعني مد لازم حرفي وهذا هو الأساس هذه هي الحروف السبعة ترسم في القرآن الكريم بشكل الحرف مثلا السين هكذا ولكن تقرأ هكذا سين ألياء المدية أتت في وسط الكلمة وبعدها سكون أصلي تمد ست حركات ولذلك يوضع علامة المد الطويل على حرف السين في القرآن الكريم كذلك هنا نون قاف صاد ونراعي طبعا قلقلت الدال صاد لام كاف ميم إذن كل هذه الحروف جاءت على ثلاثة أحرف في أوسطها حرف مد وفي آخرها حرف ساكن سكون أصلي وليس عارض إذن هذه الحروف مد لازم حرفي فإن انتهى بسكون فقط غير مدغم يكون مخفف وإن كان مدغم يكون مثقل هذه المجموعة الثالثة من الحروف المقطعة تمد ست حركات لزوما الحرف الأخير عين يرسم هكذا في القرآن الكريم ولكنه يقرأ هكذا أتى هذا الحرف في أول سورة مريم كاف ها يا عين صاد وكذلك في أول أشورة حاميم عين سين قاف كيف يقرأ هذا الحرف كما نرى ينطق عين يأساكنة مسبوقة بفتح وبعدها ساكن سكونا أصليا فهل نعتبره مد لازم لأن بعده سكون أصلي أم نعتبره مد لين لأنه أتى ساكنا مسبوقا بفتح طبعا لا يعتبر مد لازم لأن أوسطه حرف لين وليس حرف مد المد اللازم كما ذكرنا في التعريف أن يأتي حرف المد وبعده سكون أصلي السكون الأصلي موجود ولكنه مسبوك بحرف لين وليس حرف مد ولا نستطيع أن نعتبره مد لين لأن مد اللين هو أن يأتي حرف اللين وبعده سكون عارض والسكون بعد حرف اللين هنا ليس عارض هو سكون أصلي إذن ليس مدلين أيضا فما الحل؟ الحل هنا الموازنة والمفاضلة بمعنى أن نبحث في نطق حرف عين يشبه من أكثر المدلين أم المد اللازم فأيهما أكثر كان تابعا له عندما نتأمل في نطق حرف عين نجد أنه يشبه مدلين من جهتين ويشبه المد اللازم من جهة واحدة يشبه مدلين من جهتين الأولى أن حرفه حرف لين وهو الياء الساكنة المسبوقة بفتح ويشبه مدلين من جهة أخرى وهي أن مقدار المد فيه أربع أو ست حركات من طريق الشاطبية يعني ورد من طريق الشاطبية قراءة هذا المد في حرف عين بالأربع حركات مرة وبالست حركات مرة ويجوز أيضا مقدار المد حركتين أو أربعة أو ستة من طريق طيبة النشر وهذا يشبه مقدار مدلين يجوز فيه حركتين أو أربعة أو ستة أما المد اللازم فلا يجوز فيه مطلقا إلا ست حركات لزوما قولا واحدا إذن مقدار المد الوارد والمتواتر في حرف عين ينفي أنه مد لازم هل يجوز في المد اللازم أن نقرأ بالحركتين ثم أربعة أو ستة؟ المد اللازم قولا واحدا ست حركات إذن هذا الوجه يشبه مد اللين أكثر من المد اللازم وأما الوجه الذي يشبه فيه المد اللازم أن بعده سكون أصلي وليس عارض فقط إذن بعد الرؤية اتضح أن عين تشبه مد اللين أكثر من المد اللازم ولكن لا نستطيع أن نقول أنها مد لين لأن الساكن بعدها ساكن أصلي وليس عارض ولكن نقول أنه يلحق بمد اللين كما نقول على مد الصلة الصغرى أنه يلحق بالطبيعي ومد الصلة الكبرى أنه يلحق بالمد المنفصل هنا أيضا المد في عين يلحق بمد اللين فإلحاق عين بمد اللين أولى من إلحاقها بالمد اللازم بالحركتين تقرأ هكذا نقرأ عين سين قاف بالحركتين عين سينقاف وبالاربع حركات عين سينقاف أما بالست حركات عين سينقاف بعض الكتب الحقت عين بالمد اللازم وهذا كان رأيي الشيخ المرصفي أيضا وجمعت مع الحروف السابقة وأصبحت نقص عسلكم ولكن الدكتور أيمن سويد لا يرى ذلك يرى أن عين تلحق بمد اللين وبهذا نكون استعرضنا كل أنواع المدود في الحروف المقطعة بقي أن نتحدث المرة القادمة إن شاء الله عن كلمة آل آن وكلمة آل الله وكلمة آذكرين وأوجه القراءة فيها شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته